السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أعزاء التلاميذ سنبدأ درسا جديدا يخص الزمن أو المدة الزمنية إذن نتعرف في البداية على الأهداف أولا القدرة على تحديد مدد زمنية باستعمال وحدة الدقيقة والساعة واليوم والأسبوع ثم الشهر ثانيا حل وضعية مسألة مرتبطة بقياس الزمن إذن لكن قبل ذلك نقوم بهذا التذكير إذن سبق لكم أن تعرفتم على الساعة العقربية والساعة الإلكترونية أو الرقمية لاحظوا معي هذه الساعة إذن هنا نجد عقربين عقرب صغير يشير إلى الساعات وهذا العقرب الكبير يشير إلى الدقائق إذن الآن الساعة تشير إلى التاسعة والسافر دقيقة أو نقول التاسعة تماما إذن في هذه الساعة العقرب الكبير يتجه نحو الثالثة إذن نكتب التاسعة وخمسة عشر دقيقة أو نقول التاسعة والربع وهنا نجد بأن العقرب الكبير يتجه نحو الثالثة إذن سنكتب التاسعة وثلاثون دقيقة أو نقول التاسعة والنصف وأخيرا نجد هذه الوضعية أن العقرب الكبير متجه نحو التاسعة إذن سنكتب التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة أو نقول العاشرة إلا ربح ونبدأ درسنا بالنشاط الأول لاحظوا جيدا هذه اليومية إذن كما تلاحظون هذه اليومية لسنة 2020 إذن هذه اليومية لسنة 2020 تتكون من عدة شهور إذن لدينا هذا الجدول سنحاول ملأه إذن نبدأ بالشهر الأول في السنة هو شهر جنفية إذن نكتب جنفية يناير رتبته الأولى لأنه أول شهر في السنة ثم بعده يأتي فبريير فبراير الرتبة الثانية ثم مارس الرتبة الثالثة أبريل إذن أبريل الرتبة الرابعة ثم شهر ماي الرتبة الخامسة ثم شهر جوان أو يونيو رتبته ستة بعده يأتي جوية يوليوز الرتبة السابعة ثم أت أو غشت الرتبة الثامنة سبتمبر شتنبر الرتبة التاسعة وبعده أكتوب أكتوبر الرتبة العاشرة ثم نوفمبر نوانبر الرتبة إحدى عشر وأخيراً آخر شهر في السنة هو ديسمبر دوجنبر الرتبة إثنى عشر إذن كما تلاحظون لقد وجدنا إثنى عشر شهراً إذن نقول بأن السنة الميلادية تتكون من إثنى عشر شهراً إذن بعدما تعرفتم على شهر السنة الميلادية ورتبها نمر لهذا النشاط لاحظ عدد أيامي كل شهر واكتبه في الجدول إذن لدينا هذا الجدول كذلك سنقوم بملئه أول شهر في السنة قلنا هو جنفي إذن نكتب اسم الشهر يناير والآن نبحث عن عدد أيامه إذن لاحظوا معي عدد أيام هذا الشهر هو 31 إذن نأخذ الشهر الموالي فبراير فبراير إذن نلاحظ أن هذا الشهر عدد أيامه 29 وهذا الشهر من سنة 2020 ولكن إذا أخذنا يومية الثلاث سنوات الماضية 2000 مثلاً يومية 2019 أو 2018 أو 2017 سنجد بأن شهر فبراير كان يتكون فقط من 28 يوماً إذن نستنتج بأن عدد أيام هذا الشهر يتغير كل ثلاث سنوات يعني ثلاث سنوات يكون عدد أيامه 28 والسنة الرابعة 29 إذن سنقول بأن هذا الشهر عدد أيامه إما 28 أو 29 حسب السنة ونمر لشهر آخر هو شهر مارس عدد أيامه كما تلاحظون 31 ثم أبريل 30 يوماً يأتي بعده ماي عدد أيامه 31 يونيو 30 يوماً يوليوز 31 يوم غشت كذلك 31 يوم شتنبر 30 يوم أكتوبر 31 نوانبر 30 يوم ودجنبر آخر شهر 31 يوم إذن كما تلاحظون في عدد أيام هذه الشهر نجد إما 30 إما 31 إذن الأعداد تتربح ما بين 30 و 31 الشهر الوحيد الذي يتغير كما قلت هو فبراير يعني فبراير إما 28 أو 29 حسب السنة إذن هنا نجد بأن عدد أيام أسبوع سبعة إذن كما تلاحظون هنا هذه هي أيام الأسبوع مكتوبة هنا بالفرنسية لنده ماردي كلا برمية لترة لنده ماردي ماركري جدي vendredi samedi dimanche ما يمكنكم أن تتذكروا هو عدد أيام أسبوع هو سبعة وبأن اليوم يساوي 24 ساعة والآن والآن سأحاول أن أعطيكم طريقة ستساعدكم على معرفة عدد أيام الشهر بسهولة إذن نأخذ هذه الطريقة يعني بقبضة اليد فقط طريقة وقبضة اليد لمعرفة عدد أيام أشهر الميلادية إذن كما تلاحظون في الصورة لدينا اليد يمنى واليد يسرى إذن هنا الشهر على مفصل الأسبوع يعني 31 يوم وبين المفصلين يعني 30 يوم إذا بدأنا بأول شهر يناير نجده على المفصل إذن جميع الشهور التي توجد على المفصل هذه البطاقة البيضاء كلها تساوي 31 يوم وإذا كان بين المفصلين إذن كان الشهر بين المفصلين يساوي 30 يوم إذن جميع الشهور التي توجد بين المفصلين بهذا اللوم فهي تساوي 30 يوم ما عدى بطبيعة الحل شهر فبراير فهو حالة خاصة تحدثنا عليه من قبل إذن شهر الواحد الذي يساوي 28 أو 29 إذن أتمنى أن تكون هذه الطريقة قد تساعدكم في معرفة عدد أيام الشهر بسهولة إذن نمر للنشاط الثالث بدأ علي إنجاز واجبته في مدة الرياضيات على الساعة التاسعة وأنهى عمله على الساعة العاشرة ما هو الوقت الذي استغرقه علي في إنجاز واجبته إذن بدأ علي واجبه في رياضيات على الساعة التاسعة واستغرق وقتا فترة لإنجاز العمل إذن هذه فترة إنجاز العمل ثم أنهى عمله على الساعة العاشرة هنا السؤال المطروح ما هو الوقت الذي استغرقه علي في إنجاز واجبته إذا لك نجيب على هذا السؤال يمكن أن نقوم بالعملية التالية يعني عشرة ناقص تسعة يساوي واحد إذن علي استغرق ساعة واحدة لإنزاج واجبته إذن هذا الوقت الذي استغرقه علي في إنجاز واجبته يسمى المدة إذن في نظركم ما هي المدة إذن في المدة هي الفترة المحصورة بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية ويمكن قياسها إذن فترة إنجاز العمل مسميها المدة المستغرقة في إنجاز التمرين إذن فهي فترة محصورة بين تاريخ البداية وتاريخ النهاية ويمكن حسابها كما قمنا بذلك في هذا النشاط إذن قلنا بأن علي استغرق ساعة في إنجاز واجبته إذن نقول ساعة أو ستون دقيقة إذن ساعة تساوي ستون دقيقة إذن نمر لهذه الأنشطة التطبيقية النشاط الأول أشتب البطاقة الخطأ إذن لدينا هذه المجموعة من البطاقات نقرأ في السنة 12 شهرا إذن نعم صحيح إذن قلنا السنة الميلادية تتكون 12 شهر مدة الاستراحة في المدرسة 15 دقيقة صحيح أم خطأ نعم إذن تتذكرون فترة الاستراحة التي كنتم تقضونها في المدرسة إذن كانت مدتها 15 دقيقة إذن صحيح في اليوم 12 ساعة إذن خطأ لأننا قلنا أن اليوم يتكون من 24 ساعة إذن نشتب على هذه البطاقة 30 دقيقة هي نصف ساعة نعم لقد تعرفنا على ذلك من قبل شهر أبريل مدته 31 يوما إذن خطأ إذا شهر أبريل يتكون فقط من 30 يوما 45 مينوت هي ساعة إلا ربع صحيح لأن ساعة تساوي 60 دقيقة ولكن 45 تساوي ساعة إلا ربع ونمر للنشاط الثاني أرتب المدة الزمنية من أقصر مدة إلى أطول مدة يعني من 1 إلى 6 سأضع في البطاقة من 1 إلى 6 إذن لدينا هذه المدات ساعة و 15 دقيقة يوم واحد أسبوعان سنة 45 دقيقة ثم شهر إذن فما هي أقصر مدة من بين هذه المدات إذن رقم 1 نعم 45 هي أقصر مدة تليها ساعة و 15 دقيقة إينار كنز مينوت هي الثانية ثم ثالثا يوم واحد بعدها أسبوعان ثم شهر وأطول مدة هي سنة وبهذا أعزائي التلاميذ أكون قد أنهيت هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استوعبتهمه جيدا أتمنى لكم توفيق وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر